اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بان جمهورية مصر العربية الشقيقة هي عمق العروبة وسياج امنه واستقراره وتشهد بذلك المواقف البطولية التي سطرها ابناء مصر للذودي الابطال للذودي عن العروبة عبر الازمان المتعاقبة منوها سمو على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة ونوها سمو بالتميز الذي تحظى به العلاقات البحرينية المصرية على مختلف الصعود وهمية مواصلة البناء على ما تم انجازه في مسيرة العلاقات الاخوية الوطيدة والتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين بما يعكس الحرص والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعينه سفيرا لبلاده في المملكة حيث رحب سموه بالسفير المصري الجديد متمنيا لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين منوها سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات بما يلبي التطلعات ويعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وخلال اللقاء تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانبي عرب سعادة السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بدعم العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر وموصلة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة